السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سواء حتى كان في فصل الشتاء أو حتى في فصل الصيف فكتير منكم بيحس ببرودة الأطراف حتى باختلاف الأجواء اللي برا طبيعي بطبيعة الحال لما البرد بيشد علينا كلنا ممكن نشعر ببرودة الأطراف ولكن لما في حد برودة الأطراف بتبقى حاجة مزمنة عنده بيبقى سنة فيه شوية حاجات كده في جسمه مش مظبوطة طيب ده ياخدنا هل برودة الأطراف عند بعض الحوامل بيعني حاجة معينة طيب منطرح سؤال مهم هل هو من علامات الحمل بجنين ذكر؟ اللي عايز يتفق معايا يتفق اللي عايز يختلف معايا أهلا وسهلا بكل احترام وأدب هذا الكلام كلام غير صحيح بالمرة وإن كل اللي بيروج لهذه المعلومة الشائعة الفلكلورية هو بيروج له حاجات كده من التراث أو من عدد الأمهات والأجداد السابقين بس غير صحيحة بالمرة لأن فيه أسباب تانية هي اللي بتخلي بعض السيدات تشعر بالبرد حتى لو درجة الحرارة اختلفت وارتفعت وبعض السيدات لا يشعرنا بالبرد طيب ما تيجيو نشوف السبب الحقيقي وراء شعور بعض الحوامل ببرودة الأطراف طيب عايز أقول لكم أن أعراض التربات الغضة الدرقية تشبه في أعراضها اللي من ضمن أعراضها هي برودة الأطراف تشبه في أعراضها هيرمون الـ HCG اللي هو هيرمون الحمل طيب أنت كده ووجتنا ألقتنا يعني إحنا عندنا غضة درقية لما بنشعر بالبرد في أطرافنا ولا ده هيرمون الحمل يفترض كل 6 حامل تكون عملت في بداية الحمل على الأقل تحليل الغضة الدرقية المهم جدا لها وللجنين لأن التربات الغضة الدرقية مش بس هتأثر عليك لا دي هتأثر على نمو الجنين ولو كان في واحدة عندها مشكلة في الغضة الدرقية بيتم أخذ العلاج المناسب وفقا للحالة بتاعتها إذا كان عندها قصور أو فرط ففي الحالتين في علاجات وبإذن الله تعالى آمنة في فترة الحمل بل مهمة جدا عشان ما يحصلش أي إنعكاس سلبي على تطور ونمو عقل الجنين بالأخص فالتربات الغضة الدرقية تشبه موضوع هيرمون الـ HCG في الأعراض اللي منضمنها أعراض إحساس الحوامل بالبرودة وده اللي يفصل في ده إن ده عراض عادي من أعراض الحمل وإن ده مش غضة درقية إن حضراتك تكوني حللتي ده اللي هو الغضة الدرقية واتطمنتي على نفسك دي رقم واحد رقم اثنين بعض السيدات بيبقى عندها مشكلة في الدورة الدموية زي مين؟ بعض الحوامل بيتعمل لهم فحصات خاصة اللي أجهضت أكثر من مرة والطبيب بيحاول إن هو يبحث عن السبب فيطلب منها تحليل خاصة بتخسر الدم والسيولة والكلام ده فبيكتشف إن عندها سن التخسر أو مشكلة في تجلط الدم وهذه المشكلة بتعيق وصول الدم إلى الجنين الناس دي اللي عندهم اضطرابات في الدورة الدموية ساعات بيشعروا ببرودة الأطراف أكتر من غيرهم كمان بعض السيدات اللي مصابين بأمراض القلب برضو عندهم مشكلة في الدورة الدموية بيشعروا ببرودة أطراف أكتر من غيرهم كمان السيدات اللي ممكن يكونوا مصابين بسكر أو بسكر الحمل برضو ممكن يشعروا ببرودة أطراف ليه؟ لإن عندهم مشكلة في الدورة الدموية الموضوع ده يتظبط ازاي بتزبيط الشيء اللي متسبب في ذلك يعني اللي عندها مشكلة في تجلط الدم لو أخدت العلاجات المناسبة زي مميعات الدم زي إبركليكسان زي الأسبرين الحاجات دي كلها اللي بتسمح بتطفق دم أس برضت الأطراف دي يعني الدم مش واصل للأطراف البردة فالدم لما بيوصل في حتة بيدفيه بيخلي الحتة اللي فيها الدم دافية وحرتها عالية أما العكس هو بقى أن الدم ما بيوصلش إلى هذه الأطراف فبالتالي بتشعري بالبرد ولذلك بتاخدنا الحتة دي بتاعت الضربات الدورة الدموية لمشكلة تانية اللي هي قلة الحركة انت حامل يعني ما تتحركيش لا انت حامل يعني ما تبزليش مجهود يرهقك بدنيا يرهقك بمعنى أنه هو تحس بالتعب والإرهاق إنما الحركة عادي أن أنت تتحركي عشان نشاطك عشان تجري ده اسمك إيه لك تتحرك عشان تجري الدورة الدموية يعني ممارسة الرياضة الخفيفة المناسبة للحوامل بدون أن تثقل على نفسها وبدون أن تؤذي نفسها لأن الإجهاد هو اللي بيؤذي الحامل لأنها تشعر بيه الهراق وهو حمل الأشياء والوقفة في الساعة طويلة الحاجات دي مش بتجري الدورة الدموية الحاجات دي بتهد البدن إنما لو حبيتي تتمشي حتى لو هتتمشي في البيت رايح جاي مثلا عشر دقائق الصبحية تتحركي حركة بسيطة تمارس بعض التمارين لو حبيتوا تتفرجوا عليها ممكن تكتبوا على جوجل التمارين الرياضية المناسبة للحوامل ما فيش مشكلة طالما حالتك الصحية كويسة طيب نقطة اللي بعد كده هي موضوع التغذية ونقص المعادن ودي نقطة بقى حيوية جدا خلينا نقول إن نقص عنصر الماغنيسيوم في جسم المرأة الحامل بل في جسم الإنسان العادي حتى يشعر ببرودة الأطراف يعني أنا لو عندي نقص في الماغنيسيوم هشعر ببرودة في الأطراف ده بيبقى أحد أعراض نقص الماغنيسيوم في جسمك نقص الماغنيسيوم مش بس بيشعرك ببرودة الأطراف لا نقص الماغنيسيوم بيخلي الإنسان يشعر كثيرا بموضوع التشنجات العضلية وكثير في فترة الحاملة بتشتكوا من موضوع التشنجات العضلية اللي هي بيبقى سببها الضغط على الأوردة فنقص الماغنيسيوم كمان بيساعد على موضوع التشنوجات الكتيرة وبرودة الأطراف فعلاجه إيه؟ علاجه أن أنت تكملي هذا النقص لو كان عندك بالتغذية السليمة أن أنت تكلي حاجات زي البطاطا الأسماك فول الصوية اللي موجود فيه كثير من الأطعمة حاجات دي كلها بيبقى فيها ماغنيسيوم فضلا على كده أن أنت ممكن تستشيري طبيبك الخاص في أخذ مكمل غذائب يحتوي على الماغنيسيوم كمان عنصر نقص فيتامين بي 12 أو فيتامين بي 12 فيتامين بي 12 ده نقصه في الجسم مش بس بيشعرك ببرودة الأطراف لا كمان بتنميل الأطراف وكثير ما تشعر الحوامل بتنميل الأطراف يبقى تنميل الأطراف وبرودة الأطراف ممكن تكون عائدة إلى نقص فيتامين بي 12 وده ممكن تحصل عليه في اللحوم في البيض في منتجات الألبان وكمان عايز اقولك على حاجة انت ممكن تاخدي حقنة مكمل غذائية حقنة فيتامين ب12 كل اسبوع مرة ده هيساعدك على النشاط ده هيساعدك على حل مشكلة بروت الأطراف ده هيساعدك كمان على حل مشكلة التنميل بس باستشارة طبيبك الخاص كمان عنصر الحديد عنصر الحديد نقص مادة الحديد الناس اللي عندهم أنيميا وهم اكتر برضو ناس عرضة ليشعور ببروت الأطراف نقص الحديد لان الحديد ده مهم لصناعة مادة الهيموجلوبين الهيموجلوبين المكون لقرات الدم الحمرة وقرات الدم الحمرة دي اللي بتنقل للخلايا الأكسجين وبتنقل للخلايا الغذاء فحد بيبقى مفتقر لعنصر الحديد يبقى مفيش غذاء وأكسجين رايح للخلايا بشكل كافي فبالتالي ممكن تشعوري بالتبعية إلى برودة الأطراف النياسين ده أو فيتامين بي سريه فيتامين بيه ثلاثة فيتامين بيه ثلاثة ده مهم لإنتاج الطاقة اللازمة للخلايا انتي جسمك خلايا الخلايا دي عايزة طاقة حاجة مهمة لإنتاج الطاقة دي هو وجود فيتامين بي سريه أو فيتامين بيه ثلاثة فيتامين بيه ثلاثة ده تجديه في بزر دوار الشمس اللب السور يا جماعة المكسرات اللحوم المأكلات البحرية ممكن تجدي فيها النياسين يعني من الآخر كده نقص التغذية ونقص المعادن أيضا يشعرك ببرودة الأطراف السلام عليكم اشتركوا في القناة